أهلا بكم في قراءة اختر كارت هنعمل النهاردة ان شاء الله اختر كارت عن رسائل الملايكة القراءة دي احنا معملناهش من زمان في العادة كنا بنعملها ولكن ما كنتوش بتتفرجوا عليها فقللنا منها جت على بالي القراءة دي حتى وانا بوزع الكروت حسيت ان الكروت بتطلع لوحدها كده فان شاء الله يكون فيها رسالة ليكم وتكون قراءة مفيدة بالنسبة لكم ان شاء الله كمان انا شغلت شمع وبخور علشان ننظف كل الطاقات السلبية ونستقبل رسائل يعني تكون مفيدة وتكونوا محتاجينها ان شاء الله كمان انا في بداية الفيديو ده حابب انوه للي منكم حابب يحجز معنا قراءة خاصة لان كتير بيسألوا ما بيكونوش عارفين ازاي او طريقة التواصل هتلاقوا الرقم الواتساب في اسفل صندوق الوصف تواصلوا مع الادمن وهيوفيكم بكل التفاصيل ان شاء الله معنا النهاردة 6 مجموعات كتير منكم المرة اللي فاتت قالولي احنا مش عايزين احجار بس حاول تدخل معاها ابراج او حروف فانا برضو هسيب لكم حروف في اول تعليق مع التوقيت اول مجموعة معانا الحجر البني تاني مجموعة الحجر الاخضر تالت مجموعة الحجر العسلي المجموعة الربعة الحجر الازرق خامس مجموعة الحجر الشفاف والمجموعة لستة الحجر التايجر فهنبتدي مع بعض خليني احط الكروت هنا بنفس ترتبهم ونبدأ باول مجموعة الناس اللي اختارت الحجر البني خلينا نشوف ايه رساية للملايكة لكم تمام من الواضح ان انتو بتتعرضوا لألم ألم نفسي كبير وده مأثر عليكم جسديا على فكرة يمكن انتو مريتوا بمشكلة تخص الثقة يعني اتهمتوا بأشياء مش فيكم تعرضتوا للظلم بالضبط تعرضتوا للظلم واتهمتوا بحاجات مش فيكم والاخرين يمكن قيموكم على العكس حقيقتكم وفي مشكلة حصلت انتو مش قادرين تنسوا المشكلة دي لغاية دلوقتي حتى لو من زمان حتى لو من الطفولة المشكلة دي مأثر عليكم حتى الآن ان انتو حسين ان الاخرين ما بيثقوش فيكم وانتو كمان ما بتثقوش في الاخرين فده بيسبب عندكم مشكلة في عدم تقييم الامور او الاشخاص بالشكل الصحيح دايما عندكم ثقة يعني ثقة في نفسكم او اعتقاد في نفسكم ان الاخرين دول هيؤذوكم او ان هم مش اشخاص بيحبوكم يعني حتى لو كانوا بيحبوكم عندكم معتقد ان انتو هتتئزوا من الاشخاص الاخرين او من الاشخاص اللي حواليكم وده بيخليكم يمكن تضعوا حاجز ما بينكم وما بين الاشخاص بتحطوا بلوك طاقي او حاجز كده حدود ما بينكم وما بين الاشخاص بتبقى حدود بعيدة جداً ده يمكن بيسبب لكم مشاكل ان انتو تكونوا صداقات او تطوروا علاقاتكم العاطفية فمحتاجين ان انتو تعيدوا تقييم الامور من اول وجديد ولما تدركوا المشكلة دي فيكم هتقدروا ان انتو تحلوها يمكن انتو ما كنتوش مدركين سببها فحتى هنا بيقولك حاول انك تمارس السلام ومش لازم انت تلاقي السلام علشان تعطيه بالعكس ده انت لما تدي سلام وتتعامل بطاقة سلام الطاقة دي هتتردلك وما تخافش يعني من الاخرين ممكن طب تدي الثقة بحدود لكن محتاج انك تقرب اكتر من كده كمان انت محتاج ان انت تتحرك وتنشط الطاقة الايجابية من حولك علشان الطاقة دي تتردلك يعني انت غالبا واقف في حتة انه انا خايف دي من زمان وما بتديش الثقة للاخرين ما بتتعاملش مع الاخرين وتعاملك معهم بيكون في حدود فانت محتاج تثبت الحتة دي كمان لو وجهك صعوبة او انت مش عارف تعمل كده ممكن تطلب مشورة حد مختص ياخد بايدك لحد ما تقدر انك توصل للتوازن التام وتعرف ازاي انك يعني تشيل الفجوة اللي ما بينك وما بين الاخرين يمكن ده كمان بيعطل عليك شغلك يعني فحاول انك تحل الموضوع ده لو وجهت صعوبة ممكن تطلب مشورة مختص في هنا برج ميزان وعقرب طاقات مائية وهوائية وترابية فبشكركم المجموعة الاولى الناس اللي اختارت الحجر البني والاحرف اللي في اول تعليق نروح بعد كده للمجموعة التانية الحجر الاخضر الناس اللي اختاروا المجموعة دي انتو عندكم شغف تجاه شيء يخص عملكم عندكم حلم بتسؤل تحقيقه ان انتو مثلا يكون معاكو فلوس تحققوا نجاح معين تخصوا مثلا لو وزنكم زايد في حلم معين من زمان او حاجة انتو عندكم شغف ان انتو تحققوها وحلم بتتمنوا ان انتو توصلولو من زمان ومستعجلين يعني يمكن من زمان انتو متأهبين لتحقيق هذا الحلم ولكن مش عارفين تحققوه ازاي يمكن عندكم مثلا مشكلة مادية او ايا كان فالكرود بتنصحك ان انت تصبر شوية وتتأكد ان حلمك ده هيكون حقيقه لكن يمكن كمان انت فنان او حاجة محتاج تعمل تمارين جسدية تخص مثلا تلعب برياضة ووزن اسقال بتلعب بليه حاجة ما يعني المهم ان جسمك برضو محتاج ان هو يكون اقوى ومحتاج تشتغل على المانيفستيشن وقانون الجذب برضو لما جسمك بيكون ناشط شكراتك بتكون ناشطة وبتقدر انك تعمل جذب بشكل اقوى يعني فانت محتاج انك تسيبها على ربنا وتصبر شوية حرق جسمك اعمل تمارين سواء تمارين رياضة او تمارين قانون جذب وتأكد ان امنيتك ان شاء الله هتكون ما تستعجلش على تحقيقها لكن تأكد ان ربنا هيحققها لك في الوقت المناسب حاول بس ان انت تعمل كتير وتحلم وملكش دعوة احلامك دي هتتحقق ازاي اصبر بس شوية واسبها على ربنا في نجاح كبير منتظرك لكن في الوقت اللي ربنا عايزه فما تستعجلش سوري ما تستعجلش محتاج انك تصبر شوية مفيش هنا على فكرة غير برج الميزان وطاقات نارية ترابية وهوائية فبشكركم المجموعة التانية الناس اللي اختارت الحجر الاخضر والاحرف اللي في اول تعليق نروح بعد كده للناس اللي اختارت الحجر العسلي اوكي الناس اللي اختارت المجموعة دي ده موضوع عاطفي في مشكلة عاطفية ما بينك وما بين شخص يمكن مشكلة قديمة يمكن وصلة لسنة للبعض منكم الشخص ده حصل ما بينكم مشكلة كبيرة والحد دلوقتي انت مش قادر تنسى الزعل اللي ما بينكم والزعل ده او عدم التسامح ده مسببلك صعوبة في انك تتقدم للامام فيعني الكروت بتقولك انت محتاج تتحرر من طاقة الغضب اللي عندك دي وتبصل دلوقتي وبس ومحتاج انك تصلي لربنا كتير وما تفكرش في الماضي ولا في بكرة فكر بس في دلوقتي ومحتاج تتحرر من طاقة الغضب اللي عندك دي كمان انت ممكن تكون بسبب الغضب او عدم التسامح او الطاقة الثلبية اللي عندك دي انت مهمل في نظامك الغذائي او مهمل في اكلك فمحتاج انك تاكل اكل نباتي تعتني بصحتك يكون عندك طاقة التسامح وتسيب بالماضي يروح مطرح مراح انت لسه متمسك بالماضي وده مسببلك عراقيل في اللي جاي في ازدهار جايلك ونجاح وفلوس كتير لكن انت محتاج تهتم بنفسك علشان تستقبل البركة الجديدة دي وتنسى الماضي وتسيب ويروح مطرح مراح بالعكس ده انت ممكن يكون عندك فرصة ان الماضي ده يعود بطريقة افضل لكن في حالة لو انت تحررت منه يعني تحرر منه علشان يجيلك تاني اي ان كان خليك في دلوقتي وبس ويركز طاقتك على نفسك وبس ممكن تكون برضو انت من الاشخاص اللي كنت بتضحي بزيادة وماكنتش بتلاقي مقابل العطاء بتاعك فمحتاج انك تركز بس طاقتك على نفسك وعلى دلوقتي وبس في هنا طاقة برج الحمل والطور والجوزاء طاقات ترابية ونارية فدي كانت قرأتكم المجموعة الثالثة الناس اللي اختارت الحجر العسلي بشكركم طبعا كلكم وبتمنى لكم السعادة والحظ الموثق نروح بعد كده للناس اللي اختارت الحجر الازرق برضو ده موضوع عاطفي ويمكن لاغلبكم كمان ده انفصال ما بين ازواج وفي ما بينهم اطفال وانت يعني شايف ان الشخص الاخر ما بيتحملش معاك المسئولية وان انت اللي شايل المسئولية لوحدك وان ان انت لك حقوق ومش عارف ان انت تطلبها او محرج ان انت تطلبها فبيقولك ما تحرجش اطلب اللي انت عايزه بشكل واضح وشكل صريح وانت ممكن تكون دلوقتي بتمر بظروف صعبة او بظروف سيئة طقتك منخفضة لكن دايما بعد كل انخفاض بيكون في انطلاقة جديدة وبعد كل تعب ومجهود انت بزلته بيكون في حصاد في النهاية فما تحبطش ما تيقسش اطلب حقوقك ايان كانت ايه هي حتى لو في العمل انت بزلت مجهود مثلا برضو لبعضكم في العمل وقطعت شهود كبير جدا لكن حاسس بالاحباط وحاسس ان مجهودك ما بيقدرش فطالب بحقوقك هتحصل عليها وانت قربت من النهاية وقربت من الحصاد فركز بس في دلوقتي استمد طاقة جديدة يكمل بيها لجزء اللي فاضل فيه نجاح كبير منتظرك وهتوصل اللي انت عايزه فقط اطلب حقوقك بشكل كبير بشكل صريح بدون تلميحات وبكل وضوح وهتقدر انك تحصل علي اللي انت عايزه ان شاء الله فيه هنا برج الحمل والميزان منطقات نارية كتير هوائية ومائية فبشكركم الناس اللي اختارت الحجر الازرق نروح بعد كده للناس اللي اختارت الحجر الشفاف الناس اللي اختارت الحجر الشفاف انتو ناس قلبكم صافي طيبين جداً واقل حاجة بتفرحكم واقل حاجة بتزعلكم يمكن علشان كده انتو اختارتوا الحجر الشفاف لانكم صافيين من جواكم فيه مشكلة عدت عليكم سواء عاطفية او مشكلة تخص العمل او حتى مشكلة مادية المشكلة دي ممكن برضو لو كانت عاطفية تكون تخص الثقة المهم انتو دلوقتي زعلانين يمكن زعلكم دواصل حد الاكتئاب وبتشعروا بالحزن الشديد ومش قادرين تطلعوا من الماضي ولا من المشكلة اللي حصلت دي بشوف فيه عندكم بدايات جديدة وفرص جديدة يمكن انتو بتحاولوا كتير ان انتو تحصلوا على فرصة جديدة تتحكموا في غضبكم لكن ماش عارفين وحاسين ان كل حاجة واقفة فبيقولك انت محتاج انك تنسى الماضي ما تقولش يعني دايما انت ممكن تكون بتدي لنفسك طاقة ان انا غير موفق في شيء فاشل في شغلي فاشل في علاقاتي العاطفية كل ما بدخل في علاقة بفشل فيها مفيش حد يستحق الثقة مفيش حد يستحق الاهتمام ودايما تدي لنفسك الشعور ده فانت محتاج ان انت تدي لنفسك شعور بان انت تستحق كل شيء جميل تبطل تنتظر لان كل حاجة بتجي في وقتها المناسب يمكن انت في عندك طاقة انتظار شعور بعدم الاستقرار شعور بعدم الثقة بعدم الامان ان ما فيش حد يستاهل لكن دايما خلي عندك امل ان في ابواب جديدة بتتفتح وفي فرص جديدة بتجيلنا لما ربنا بيهشاء فكرة تفكيرنا في الماضي واللي حصل وتجربنا السلبية دي هتجذب لينا الطاقة السلبية فحاول انك تتحرر من هذه الطاقة ومن هذا الانتظار وتفتح ايدك للفرص الجديدة وللبركة اللي هتجي لك اطلع من التفكير السلبي واول ما تطلع من التفكير السلبي وتتحرر منه هتلاقي كل الابواب تفتحت لك سواء من الناحية العملية او العاطفية او ابواب السفر على الاغلب ده شيء مادي يعني فان شاء الله اللي انت عايزه هيكون فقط انسى الماضي في هنا طاقة برج الحوت بس طاقات ترابية وهوائية فبشكركم الناس اللي اختارت الحجر الشفاف نروح بعد كده للناس اللي اختارت الحجر التايجر في شيء انتو منتظرينه من زمان وحسين ان الشيء ده صعب الوصول اليه وانه في حاجز كبير ما بينكم وما بين هذا الشيء ما صعب عليكم الوصول اليه وازعلنين انتو يمكن منتظرين هذا الشيء من زمان او هذا الشخص من زمان ومش عارفين ان انتو تحصلوا بتتمكنوا انه يكون فيه فرصة تانية ولكن مش عارفين يمكن كمان للبعض منكم انتو ليكم فلوس عند حد ومش عارفين ان انتو تحصلوا عليها ويمكن فيه الشخص ده اختفى من حياتكم صعب الوصول اليه او كراش مثلا وانتو مستنيين ويعترف من زمان المهم انه فيه حاجة انتو منتظرينها ومن زمان وبترقبوا مستعدين ان انتو تحصلوا عليها وفقدين الامل يعني بس برضو ما زلت ويعني ما يقستوش فالبشرة في القراءة دي ان الشيء اللي انتو منتظرينه وحاسين انه فيه بلوك ما بينكم وما بينه هتحصلوا عليه وبسرعة جدا ان شاء الله الملايكة بتقولك في المستقبل القريب لكن بتقولك كمان حاول انك ما تتلفظش بهذا الشيء او تحكي لحد انه انا يعني اموري واقفة دايما بنتظر حاجات كتير وما بتحصلش او المردود بيكون قليل لان بيقولك الكلمة سيف وليها قيمة فانت محتاج تستخدم بقى التوكيدات والكلمات في الجزء بان انا استحق ان اللي انا عايزه هيكون وهيكون قريب جدا كمان هتلاقيه حصل بسرعة فمحتاج انك تستخدم التوكيدات للحصول على ما تريد ويكون عندك يقين انه هو هيحصل هتلاقيه حصل على طول الكروت كمان بتبشرك انه هيحصل في المستقبل القريب فيه هنا طاقة برج العزراء والحوت طاقات نارية هوائية ومائية فبشكركم اخر مجموعة الناس اللي اختارت الحجر التايجر وبتمنى لكم كلكم السعادة والحظ الموفق مع السلامة